صدق المجلس الحكومي على مشروع قانون متعلقة بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي يدف لتمكن الأشخاص الذاتين من تسليم مجموعة ذات النفع الاقتصادي وتلمية تبع نشاطاته مع حفاظ على خطوصيتهم وما سيساهم في تقوية التنافسية الهدف الأساسي من هذا التعديل وهو أن هذه مجموعة ذات النفع الاقتصادي في السابق كان يقع تكوينها من طرف شخصية اعتبارية معناوي يعني مثلا شركة مع شركة مثلا الآن سيتم فتح المجال للأشخاص الذاتين أيضا وهذا من شأنه هذه المجموعة ذات النفع الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى تمكين الأشخاص الذاتين من تنمية نشاطاتهم من تقلص كلفة الإنتاج من الاستثمار المشترك للوسائل أيضا من التضامن في استغلال محلات البيع أو الشراء أو العمليات التصويق سواء داخل المغرب أو خارج المغرب وتدارس المجلس الحكومي أربعة مشاريع مراسيم تعلقوا بثلاث شركات تقدمت بتربيد للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات نجد تجديد الترخيص الممنوح لها هجتمت الموافقة على التربيد لتجديد ترخيصها لمدة خمس سنوات إضافية يتعلق الأمر بشركة European Data Com Magrib من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بوسطة الأقمار الصناعية وعبر أنظمة معينة أيضا بشركة سوريماغ التي تقدمت بطلب جيد ترخيص الممنوح لها لإقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بوسطة الأقمار الصناعية وفق أنظمة معينة ثم أيضا شركة مغتل التي قدمت طلب بجديد ترخيص الممنوح لها من أجل إقامة واستغلال شبكة راديو كهربائية ذات موارد مقتصمة ثم أخيرا شركة European Data Com Magrib في إقامة واستغلال شبكة عامة للمواصلات بوسطة الأقمار الصناعية وفي ختام أشغال صدق مجلس الحكومة على مقترح تعيينة في مناصبها أولياء طبقا لأحكام الفصل الثاني وتسعين من الدستور ترجمة نانسي قنقر